موسيقى دلوقت سي علشان نكسى بالوقت عندنا هنا 3-4 كباية سكر على كباية ونصف من الماء سنضعهم على النار احنا هنا حطينا الماء والسكر غليو كده زي ما انت شايف هنضع دلوقتي السميد ويكون سميد ناعم هنضعه كده دلوقتي ازاي سمكة معانا دي هنضع جبنة جبنة ممكن موزاريلا وعكاوي مع بعض كده نضع الجبنة بتاعتنا وحنقلبها على النار برضو لغاية ما تدوب معانا خالص عندنا بس هنا اللي هنضيفه زيادة على الخليط ده بعد ما يدوب موارد نحط موارد جب اه جب اه عارفش بس لعزاكي اكيد مع الوصفتك بطلع زاكي اوكي اه اللي ما بيحبوش ما يحطوش ما يحطوش لا طبعا ما يحطوش طيب احنا هنقلب ده كده هنا طيب يلا عارف انا هقولك على حاجة ممكن انت تقرى لنا المقادير تاني شايفين ازاي بتادت الجبنة تسيح بسو تعالى يا عبد الله عبد الله عبد الله انا بصراح حشف ما رح استنى يا عبد الله يا عبد الله وحيات عيونك ما رح استنى ما انا شايفاك شاي رح اجيب شوكي لانه انت حطيتي اكتر اشيين بحبهم بالعالم وين الشوكي يا جمعة يلا صعدونا ولا على اللي بنجيب ما في مشكلة وانظر الي انظر ايه ده يا ام عبد الله سلام يلا احنا كده تمام التمام هنحط الموارد اللي حطناه اللي قلنا عليه وقلب بقى هنا لو سمحت تسيقى لعيوني حاضر حاضر جبنا جبت صانية التشيز كيك وشلت القاع بتاعها اللي تحت دهنت شوية زيت على الطبق اللي حقدم فيه دهنت شوية زيت على الجناب الصانية اللي حنقدم فيها واخدت الخليط اللي يزيد ده عمله وحطناه فيه الكلام ده اللي احنا عملناه شايفين اهو خلينا دلوقتي علشان برضو نكسب الوقت يا يزيد لو سمحت بعد اذنك طبعا حط هنا حط ده كده بمعلجة واحدة طلعت لك يعني عليك اه فسحه اه فسحه طيب عندنا هنا اشتة طازة طازة طبعا لو ما فيش طازة هنستعمل اللي مش طازة بس طبعا بتفرق كتير جدا 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 في الطعم فدي الاشتة الطازة اه انا جبتها مبارح من عند محل البان والله انا والحج اليوم اكلناك اشتة طازة طبعا حناخد طبعا بعد ما تبرد عندنا الاسفة انا اسفة الخليط بتاع الجبنة اللي عندنا والسميد الناعم الناعم لازم نجيبه ناعم حناخد دلوقتي الاشتة الطازة تعالى بقى يا عبدالله شوف كده شوفوا مهم هذا الطبق شوفوا هناخد بقى دلوقتي اه لذيذ الصراحة مهم هناخد دلوقتي اشتة قد بقى ما انتم عايزين تحطوا قد ايه حطوا وبعدين تقدروا بقى دلوقتي تزينوها زي ما تحبوا انا جبت فستق حلبي هنحط كده شوية على الوش حلاوة الجبن المعجوقة أو المعجوقة كوب جبن عكاوي وكوب جبن متسرلة وكوب سميد نصف كوب سكر وواحد كوب ماء وثلاث معالق كبيرة ماء ورد قشطة طازجة القطر اثنين كوب سكر واحد كوب ماء ومعلقة صغيرة عصير ليمون اشتركوا في القناة